دكتورة يعني في بعض الأحيان كتير من الأطفال مثلا الأهل بيستغربوا كيف بدوا يقدبوهم مثلا مثل ما قلت طريقة للتأديب والتعليم طيب فيه طرق معينة غير الضرب يعني ممكن تكون محددة لكل سن مثلا سن الأولى أو سن الثالثة لازم يعلموه ويقدبوه بهاي الطريقة أو يعقبوه بهاي الطريقة خبرنا أهم شيء هو وجود محبة ودعيم من قبل الأهل وحنان للطفل مهم زي ما حكينا مهم كمان ماذا نتوقع من الطفل في عمره سنتين أن يفعل طفل في عمره سنتين عادي يقع منه شيء وينكسر كمان مهم كتير في التربية اللي بنقولها تعزيز السلوك الجيد هي أهم من العقاب وأثبتت نجاعتها مهم نوضح للطفل كمان شيء القيم مرات الطفل بيكون مش عارف شو اللي أهل بدهم إياه شو الغلط اللي عملوا فمهم الأهل إنهم وضحوا للطفل شو السلوك الصح لما يعمل السلوك الصح يعززوه عنده القيم كمان هذه أشياء الإنسان ما بتعلمها لوحده إحنا لازم نعلمه لياها وهذا الشيء اللي بتيجي تدريجي في كل مرحلة في عمر الطفل في قيم جديدة التعاون المشاركة الالتزام الاحترام للعطف المحبي هذه قيم كله بالنقاشات يمكن دكورة والحديث أكثر ممكن يوصل الأهل يستمعوا للطفل يحترموا مشاعره يحترموا هايه يشاركوه في اهتماماته وخلوه يشارك في القرارات اللي بتخصه على مستوى معين ممكن يعطوه مجال أنه يساهم في هذه القراءات مهم كتير لأنه هذا كله يعطي ثقة للطفل بنفسه ومهم لأنه بتعلموا كيف ياخذ القرارات لأنهم لما يعلموا كيف ياخذ القرارات أنه بناء على النتائج اللي رح تترتب عليها هذه القرارات لما ياخدها القطوة الثالثة اللي هي إحنا ما بنحبدها كتير أولا بنعزز السلوك الجيد إذا ستل الطفل اللي صعب يعمل غلط بنحاول اللي بنقول أنه نسحب منه الامتيازات اللي بنعطيها الأطفال اللي أقل من 18 شهر والأصغر ممكن أنه الواحد يهملهم شوي وحسسهم أنه زعلان منهم اللي بنقول له time out حطه في طرف الأوضة بس هذه كمان مهمة الواحد يعرف مش لوقته طويل لما بحطه في جانب الغرفة لوقت محدد يعرف يكون عنده استراتيجية واضحة إذا هذا الطفل حاول يكسر هالقرار اللي أنت أخدته أنه ما يتحرك من محله أنك تهمله كيف تتصرف أنت تجاهه العقاب الجسدي أثبت أنه ممكن لحظتها أول مرة بيتوقف عن عمله لكن إذا تكرر ما بيصير له مفعول الطفل بيصير عدواني محباط ثقته بنفسه بتترتب عليها مشاكل نفسية كثيرة وحقيقة ما بيغير وبخلق عنده تربيه جيد يمكن دكتور كنا أنا وياك عم نحكي وقلتيني معلومة أن الطفل من سن الخمسة الشهر بيصير يفهم ويستوعب شو الحديث اللي عم بيصير قدامه هل هو حديث فيه غضب حديث فيه أحسيس يعني أدي لازم الأهل يتبهوا على تصرفاتهم حتى لو كانت بحركات إيدين مثلا أمام الطفل هو عمله دراسة من خلال أجهزة بتقيس الموجات والذبذبات اللي في الدماغ فلاحظوا أن الطفل ممكن يعرف اللي بيسموه العواطف أو المشاعر اللي بتحميلها لهجة الكلام وليقيوا أنه هذا الحكي مش موجود عند الأطفال اللي عندهم توحد فالطفل مش زي ما نفكر إحنا أنه الطفل ما بيفهم لا هو بيحس بالمشاعر اللهجة الحنان أو الحب اللي بتحكي فيها التوبيخ بيقدر الطفل توصله المسج منها وبتأثر وبتأثر فيها وهو الطفل في النهاية هو حريص على إرضاء أهله فأنا بعتقد أنه إذا إحنا وضحنا للطفل التصرفات الصح وعززنا عنده السلوك الكويس ما برح يكون فيه مشكلة كبيرة في بعض الأحيان بعض الأهل بيقولوا مثلا العنف مطلوب أو الدرب مطلوب في بعض الأحيان تجاه الطفل مش يعني تقريبا فوق السن يعني بسن الخامسة وما فوق يعني تقريبا بيقولوا مثلا نضربه على كتفه نضربه على إيده هاي هي هاي طريقة كمان سليمة أو خاطئة كمان لا أي نوع من العقاب الجسدي مهما كانت شدته قليلة أو يكون خفيف في النهاية لها تأثير وغير ناجعة احنا بنحاول نتلاقي العقاب اللي أو اللي ممكن يأثر في سلوك الطفل ويوجهه بطريقة صح بس مدام هذا الشيء مش عم بيوجهه ما بيعمل المفعول البدنية نعم وإلهم عكاسات سلبية على الطفل الإحباط والاكتئاب الأطفال اللي يعنفوا 30% منهم رح يكونوا أبيوزرسهم كمان رح يعنفوا ويأذوا الأطفالهم يعني يقلوها جيل لجيل أي طبعا ويكونوا عندهم استعداد أكتر قابلية للإنحراف في عمر المراهقة أكتر قابلية أنهم يأخذوا كحول ومخدرات الانتحار ثقتهم بنفسهم ضعيفة ومهزوزة كتير عندهم مشاكل أمراض مزمنة بصير يشكي من أوجاع مش مبررة وهو فعلا حاسس فيها فمشاكل اللي بتترتب عليها كتير زي ما قلت لك 80% من اللي تعرضوا لإيذاء جسدي 80% رح ينتهوا ببعض الأعراض النفسية بنهاية عمر المراهقة تعالى في النهاية الدكتورة يعني أنت بنصح المشاهدين وكل الأهل أن يكونوا أصدقاء لأطفالهم وأولادهم ويبتعدوا البعض يعني لكل عن العنف الجسدي طبعا لازم لأنه في النهاية الطفل بيدريك مش زي ما بنقول بفهمش لأ هو بفهم وبيحس الطفل بحس بإمه من أول يوم بنولد فيه بحس باللي حواليه بيفهم الإموشنز مهم كتير خلق نظام في حياة الطفل هذا كمان كتير مهم نظام في الدراسة نظام في الأكل نظام في النوم هذا كتير بساعد إذا فيه نظام إذا الأهل كانوا نموذج وقدوة لأهلهم أنهم يكونوا عندهم نظام وسيستم والأبو والأم بحافظوا على القيم يكون كتير أسهل من أنهم بس يحكوا نظر عليه يعني في النهاية المنفعة متبادلة للأهل وللطف النفس أهلين شكرا لكتير